تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين تقدمت بهم السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى السيد وزير صناعة والاستثمار والتجارة الاقتصاد الرقمي وكلا هدى المشروعين يأتيان في إطار مواكبة التغييرات التي يعرفها مناخ الأعمال على المستوى الدولي والمحلي بما يمكن من تعزيز حماية المستثمرين ترصيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة المسايرة والاستفادة من المعايير الدولية في هذا المجال وتعزيز سنفسية المقاولات وأيضا تحسين ترتيب بلادنا في التقارير الدولية ويهم المشروع الأول الذي يحمي الرقم 2019 يغير القانون 1795 المتعلق بشركات المساهمة وتضمن الأمر عدد من تعديلات ما يهم فهم المتصرفين المستقلين والغير التنفيذين اللي هم أعضاء في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة تحديد كيفية دفع أجورهم الشروط التي ينبغي أن يستوفيها المتصرفون المستقلون حتى يعينوا في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بما يحقق واحد الهدف اللي هو الرفع من مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة نص القانون على عدد من المقتضيات وهنا أشير مثلا إلى إخضاع تفويت أكثر من 50% من أصول الشركة خلال مدة 12 شهرا لترخيص مسبق من الجمعية العامة الغير العادية عوض ترخيص مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ويرفق طلب الترخيص بتقرير ينجيزه مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أيضا توسيع نطاق تصبيق دعوة المسؤولة على الأخطاء المرتكبة إلى أعضاء مجلس الإدارة سواء بسبب الأخطاء المرتكبة أثناء تسيير أو تصرفات المرتكبة خارج نطاق مصلحة الشركة وذلك أثناء ممارستهم تفويت المكل إليهم وتسقط المسؤولية عن هؤلاء إن لم يعزى إليهم أي خطأ وقاموا بالتبلغ عن هذه الأخطاء للجمعية العامة المقبلة فورا علمهم بها أيضا إلزامية إرجاع الأرباح المحققة من طرف أجهزة تسير التي تم الحصول عليها إثر قيامهم بأعمال أو تصرفات مخالفة لمقتضاية القانون رقم 17-15 المتعلق بشركات المساهمة وذلك بأمر من المحكمة قانون الثاني المتعلق رقم 21-19 المتعلق بتغيير وتسميم القانون 95 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة نص على عدد من المقتضايات منها منح الجمعية العامة عند الاقتضاء المسير سلطة تحديد كيفية أداء الأرباح المصوت عليها من طرف الجمعية العامة وذلك خلال أجل تسعة أشهر يحتسب من تاريخ اختتام السنة المالية مع إمكانية تمديد هذا الأجل من طرف رئيس المحكمة وذلك بطلب من المسير أيضا منح الإمكانية للشركة الذين يملكون 5% من رأس المال الشركة اقتراح إدراج مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدو الأعمال للجماع الجمعية العامة أيضا مقتضايتهم تمكين الشركة أو الشركة الذين يملكون عشر الأنصيبة إذا كانوا يمثلون عشر الشركة على الأقل أن يتقدموا بطلب عقد الجماع الجمعية العامة